موسيقى موسيقى اثار زلزال بالمناطق المنكوبة وخاصة باقاليم الحوز وششاوة وتارودانت وازلال لكن ايضا ان نكون قادرين بداية على توسيع هذا المجهود التنموي للارتقاء بالمناطق الجبلية الى كل المناطق الجبلية الاخرى في بلادنا وانا الم ان هناك منطقة الاطلس المتوسط التي تعاني من نفس الاوضاع ومنطقة الاطلس الصغير وبالطبع منطقة الريف ولماذا لا؟ لنوسع هذا المجهود التنموي الى كل العالم القروي الوطني وربما كذلك الى عدد من الحواضر خاصة في هوامشها او دواحيها وفي ذلك طبعا لا يمكننا الا ان نقف عند وجهة وصرعة تدخل الذي جعل ان الشعب المغربي بقيادة صاحب الجلالة استطاع فعلا ان يبرهن عن قدرة هائلة على مواجهة هذه الافة على مواجهة هذه الكاريتة والاجراءات الاولى التي اتخذت والتدخل السريع لمختلف القوى المتدخلة بتعليمات سامية لصاحب الجلالة القوات المسلحة الملكية وهذه مناسبة لنحيي هذه القوات كما هي مناسبة لتوجيه التحية الى الدرك الملكي الى الوقاية المدنية الى القوات المساعدة الى السلطات المحلية الى كل المساهمات التي كانت للنسيج الجمعوي الى ايضا كل المساهمات التي كانت للمنتخبين والمنتخبات وهناك البعض منهم حاضر معنا في هذه القاعة ومع الأسف تم تغييب هذا الواقع وعدم الوقوف عند مساهمة هذه الجماعات المنتخبة هذا الرجال هذا النساء اللي كانوا موجودين في الساعات الأولى وهم ينتمون للضواوير والمداشر التي عرفت الزلزال وكانوا من أول المتدخلين ولو أن الجماعات التي ذكرتها أخي العزيز بوبكر مثلها مثل جماعات أخرى مجاورة لتتوفر حتى على سيارة للنقل متواضعة من أجل مواجهة هذه الأطار لكنهم قاموا بهذا العمل ودعني كذلك أقف عند عند تلك البداية عند ذلك الرد فعل للساكنة المحلية الذي كان حقيقة مثال للكرامة مثال للشهامة مثال لأناس تضرروا بشكل مباشر فقدوا كل شيء فقدوا أبناءهم فقدوا أزواجهم فقدوا زوجاتهم فقدوا أباءهم فقدوا أصدقاء أعضاء من أسرهم إضافة إلى أنهم فقدوا منازلهم وفقدوا كل ما يملكونه لكنهم ظلوا صامدين واقفين مساهمين بشكل إيجابي في الحملة التي تمت من أجل معالجة آتار زلزل وفوق هذا وذاك يتعين أن نقف عند هذه الحملة التضامنية الهائلة التي اخترقت المجتمع المغربي والشعب المغربي بمختلف أوسطه في مختلف مدنه في مختلف قرى وهناك صور معبرة تدل على أن حتى الذي لا يملك أي شيء كان يقدم ما يمكن أن يقدمه ويستمر هذا الحسط تضامن الهائل الذي طبعا يتعين أن يستغل كل ما ذكرته يتعين أن نحوله إلى قوة ضاربة إلى قدرة لتحريك قدرتنا إلى تحريك مسلسل المسلسل التنموي والمسلسل الإصلاحي في بلادنا بدءا بمعالجة أطار زلزال لكن كما ورد في التوجيهات الملكية وصولا إلى تأهيل هذه المناطق إخراجها من واقع الهشاشة والفقر إحداث فرص التنمية الحقيقية سواء كانت اقتصادية أو اجتماعية أو تقافية في هذه المناطق لأن الأمر لا يمكن أن يقتصر على إعادة البناء كيفما كانت الصعوبات التي سنجدها على هذا المستوى وكيفما كانت أهمية النقاش حول كيف يتعين أن يتم هذا البناء بأي مواد وبأي طرق تقنية وغير ذلك كل ذلك يناقش وسيتم تجاوزه وبالطبع هناك حرص على أن يتم ذلك في إطار احترام ترات احترام الطبع المعماري الموجود في هذه المناطق احترام التقافة الموجودة في هذه المناطق لكن في نفس الوقت وهذا ممكن لأن ما هو موجود من من مراصيم مؤطرة للبناء يكفي لأن نحترم هذا التوجه وفي نفس الوقت نحترم البناء المضاد للزلزل واشتغلنا في وزارة الإسكان على ذلك وهناك مرسوم أو ضابط كما يقال ريجل المان دو كونسروكشون اللي هو موجود من من زمان منذ أن عرف المغرب الزلزل ديال الحسيمة وتمتحينه وآخر صيغة من ذلك هي صيغة 2011 وهناك لما كنت مسؤول عن هذا القطاع أخرجنا ضابطة أخرى متعلقة بالبناء بالمواد المحلية المضادة لزلزل وبالتالي هناك ما يؤطر الموجود اليوم مع العلم أن هذا العمل لأنك كترى النقاش في عدد من المواقع حول هذا الأمر هذا هذه المقاربات التأطيرية تم اعتمادها بتنسيق مع أخصائيين ومهندسين من المدرسة الوطن من المدرسة المحمدية للمهندسين وبالتالي يمكن أن نقول بأنه هناك أمور مضبوطة وأمور علمية التي يمكن الاستناد إليها لكن فوق هذا ودك إضافة إلى ضرورة تجاوز الصعوبات المرتبطة بإحصاء المعنيين وكذا هذا كله طبيعي أن نجد فيه بعض الصعوبات كما وجدناها مثلا في مسلسل آخر مرتبط بمحاربة مدن الصفح هذا كله يمكن تغلب عليه لكن الأهم هو أن ندخل فعلا في مسلسل لتنمية هذه المناطق بلد واليوم ما توصلنا به من خبر مرتبط بتنظيم المغرب لكأس العالم يجعلنا مضطرين أكثر لنرفع من شأن المغرب على جميع المستوى ولنجعل أن المناطق النائية أو الجبلية تكون في طليعة اهتماماتنا حتى يكون هذا المغرب الذي سيستقبل كأس العالم جزء من كأس العالم في سنة 2030 يكون حقيقة مرآة للمصار التنموي مرآة لما استطاع المغرب أن ينجزه بالنسبة لجميع مناطقه ولدينا ست سبع سنوات من أجل أن ننطلق من مواجهة آتار الزلزال وأن نوسع ذلك لندخل فعلا في مسلسل إصلاحي حقيقي شكرا على المشاهدة إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي مرحبا بك